الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه وبعد أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من هذه اللقاءات طريق السعادة نفحة رمضانية بسببها تأتي سعادة ربانية النهاردة مع حديث أنت حضرتك هتستغرب له جدا وأنا مش بقول يعني لا قدر الله أنه هو حاجة يعني جديدة على الشرع بس أنت هتستغرب وهتتعجب من نفحات الإيمان اللي موجودة في هذا الحديث والمغزى اللي أنا بطلب من حضرتك أنك أنت تستغله من خلال سماعي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام وطبعا لما نقول النبي بلازم نصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام أرسل واحد من الصحابة اسمه وبر ابن يحنس الأنصاري رضي الله عنه اتقال إن صحابي غيره ولكن دي أرجح الروايات سيدنا وبر ابن يحنس لما النبي أرسله إلى صنعاء وقال له أوليا على صنعاء وأقال ادعوهم إلى الإيمان يعني ادعو أهل صنعاء إلى الإيمان ما احن قلنا أول بوابة لتجديد المصار هي البوابة الإيمانية طيب وبعدين قال له فإن أجابوك فدعوهم إلى الصلاة ما احن قلنا البوابة الثانية هي بوابة الشرع طيب قال له فإن أجابوك فبني لهم مسجدا ابني فين بقى قال ابنيه في بستان بازان هو الرواية بازان همزة أو ألف المهم بستان اسمه بازان أو بازان وقال من الصخرة التي في أصل غمدان يعني ابني البستان ده من هذه الصخرة أو في أصل هذه الصخرة صخرة كبيرة عظيمة فخلي المسجد في الحتة دي كده واستقبل به جبل ضين الكلام ده يا أخواننا عملوا من اللي عملوا اللي عملوا سيدنا وبر ابن ميحنس بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام انت عارف حضرتك كلمة تستخدم به جبل ضين دي يعني ايه يعني هي دي الإبلة هو ده المحراب بتاعهم قال لأ طيب والنبي هو في المدينة المنورة عرف المحراب ده منين وعرف هذه القياسات الجغرافية طيب ما يمكن غلط قال لك جمد الوقتي وده بقى الإعجاز النبوي اللي أنا بقصده من الحديث عايزة نقوله لحضرتك جمد الوقتي في هذه الأيام المباركة ورحوا شدين خيط لما بقى فيه حاجة اسمها جوجل ماب وجوجل ايرث رحوا شدين خيط من أول هذا المحراب لحد مكة المكرمة مش كده وبس لا ده لحد الكعبة المشرفة وجدوا أن هذا المحراب متطابق تماما على الكعبة النبي عليه الصلاة والسلام عارف الكلام ده منين يبقى أنا وحضرتك لما نسمع حديث زي هذا الحديث أو نقرأ نتذكر على طول أن ده دليل من أكبر دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هستفيد إيه؟ هستفيد أن إيمان يزيد هستفيد إيه؟ هستفيد أن أنا أسلك مسلك الصحابة رضوان الله عليهم لما كان يزيد إيمانهم النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد من وراء هذا المغزى أن دي البوابة الحقيقية للسعادة والنجاة واللي من وراها لازم بقى نتبع النبي صلى الله عليه وسلم طالما أن كلامه كله هو الحق عليه الصلاة والسلام نبدأ بقى نفكر أنه الله النبي عليه الصلاة والسلام اللي أتى بهذا الشرع من عند الله تبارك وتعالى دي أول حاجة عايزين نتعلم الشرع ده عشان نطبقه دي أول فايدة الفايدة التانية أننا لما أشوف حديث زي هذه الأحاديث أبدأ أفكر أقول الله هو أنا فيه من هذه الأحاديث يعني إحنا بنقول النبي حدد لهم المحراب ودلوقتي لما جم في العلم الحديث شدوا خيط من أول هذا المحراب لحد الكعبة وجدوا في عين الكعبة يعني كمان مش شطر المسجد الحرام لا ده في عين الكعبة إحنا من بعيد من هنا مثلا من مصر أو من غيرها ممكن لما نجي نتجه ناحية الكعبة واحد يخلف شمال أو يمين شوية ما بين المشرقي والمغربي قبلة لكن ده جه إلى العين على طول لأن ده وحي من عند الله ده دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لن أطيل على حضراتكم لكن أذكروا نفسي وإياكم بالقراءة في مثل هذا الباب وهي دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام قلتم تسمعون وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله